ماذا يتكلمنا عن حضارة عصر مشرق بين سحر شواطئها ورونق ملامحها تعتبر مدينة جدة الميناء الرئيسي في وسط منطقة الحجاز وكانت قديما محاطة بسور ضخم من جميع جهاتها ويتخلى له بوابات ربطت مدينة جدة بالعالم الخارجية المدينة كان يحيط بها سور منذ الزمن الأول يعني ليس هذا شيء جديد فهنا السور هو كان الهدف الأساسي أنه يحمي المدينة من الهجمات أولاً البرتغارية ثم الفرنجة كل باب عليه برجين تقريباً للمراكبة وأيضاً يعلوها فتحات وتسمى مناورة على سان عملية الدفاع أو الواجهات المدفع تخرج منه أولاً حماية والغاية هي ناحية أمنية وناحية حربية أيضاً على أعلاها توضع شرفات أيضاً كمان هذه الشرفات التي توضع أيضاً للحماية تدخل على البوابات بعض البوابات على يمينك لها منطقة الجم تسمى الكوشن هذا الكوشن هو عبارة عن مكان يختم فيها الداخل والخارج أو الأوراق التي تختم فيه وأيضاً باب شريف والذي يعتبر بوابة جدة الجنوبية وآخيراً باب جديد الذي بني في مطلع العهد السعودي ويقع في الجزء الشمالي من السورة باب جديد استحدث شرق باب المدينة اللي نحن واكفين عنده استحدثه في عهد الملك عبد العزيز بعد دخول الملك عبد العزيز إلى الحجاز المقصود به دخول السيارات وخروجها لما تعرفت البلد السيارات باب المدينة كان يقصد به الخروج إلى المدينة المنورة من الشمال في باب النافعة لغرض دخول الحجاج منه وباب المغاربة كذلك باب صريف وهو باب صغير كان هذا الباب يأتي منه أمير البحر بعد كذا عندك باب الفرضة وكان يطلق عليه باب الفرضة منذ العصور القديمة والفرضة المقصود بها الناس التي تعمل في البحر ومن المعروف أن هذه البوابات في الفترة الأخيرة للعهد الهاشمي كانت تقفل بعد صلاة العشاء مباشرة وتفتع عند الأذان الأول لفجر اليوم التالي إلا أن هذا الإجراء ألغي العمل به في مطلع العهد السعودية من نسبة الأبواب البحرية كانت تفتح للناس الذين يزاولوا أعمالهم في البحر كان الركبان يأتوا ببضائعهم من ناحية باب مكة عن طريق الشرق سواء كانوا من الجموع أو من ودي فاطمة أو من الطائف أو المناطق الزراعية الأخرى وإذا كانت مقفلة ينتظر حتى يفتح الباب لا تزال جدة القديمة تحتفظ برونقها وجمالها فالعديد من تلك البوابات قائمة إلى يومنا الحاضر